التحفة يعني لما تيجي تخش نادي الفرع التجمع الخامس هتلاقي حاجات جميلة جدا جدا وده خلال الايام القادمة احنا هنعمل لحضراتكم حلقات خاصة بموضوع التجمع الخامس وايه اللي بيحصل في التجمع الخامس كابتن محمود لما جاي يتكلم رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي يتكلم عن الشيخ زايد وايه اللي بيحصل في الشيخ زايد وكل الامور الانشائية الخاصة بهذا الامر في الشيخ زايد ايه اللي بيحصل في فرع الجزيرة ايه اللي بيحصل في مدينة ناص والتقلق الواضح الحقيقة لكل الفروع وكل مقرات النادي الاهلي اللي موجودة في انحاء القاهرة لانه زي ما حضراتكم عارفين عندنا فرع في الشيخ زايد عندنا فرعه دلوقتي في التجمع الخامس ان شاء الله قريبا جدا جدا هتشوفوا حاجة كده عظمة زي ما بيقولوا حاجة جميلة جدا 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 باللغة بتاعتنا الدارجة يعني ففي النهاية كان كلام الكابتن محمود كلام مهم جدا 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 تكلم عن التحكيم تكلم عن الفترة القادمة تكلم عن الفترة اللي فاتت كان شرح وافي لكل الامور الخاصة بالنادي الاهلي وبفريق الكرة خلال الفترة اللي فاتت اهم حاجة قالها كابتن محمود الخطيب الحقيقة في هذه الرسائل الهامة جدا اللي على مدار ساعة على شاشة قناة نادي الاهلي تكلم فيها كابتن محمود قال ان جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء ان حضراتكم انتم الاساس في كل شيء اي حاجة احنا بنعملها كمجلس ادارة ده كلام الكابتن محمود الخطيب هو عشان خاطر جمهور النادي الاهلي علشان خاطر احنا عارفين ان من 1907 وحتى الان جمهور النادي الاهلي بيقف خلف نادي وخلف ادارة نادي في كل حاجة فلما تبقوا زعلانين لكل حق وعشان كده خرج الكابتن محمود الخطيب او طلع الكابتن محمود الخطيب في رسالة بيوجهها لكل جمهور النادي الاهلي ولكل مصر الحقيقة لمدة ساعة كانت على شاشة قناة الاهلي كلم فيها على كل هذه الامور اخيرا من ضمن الرسائل الهامة اللي قالها الكابتن محمود الخطيب ان النادي الاهلي ليس للبيع نقطة مهمة جدا وهي الاهلي ليس للبيع الاهلي ملك لجماهيره واعضاء النادي الاهلي مش للبيع ومش ممكن يكون للبيع النادي الاهلي لجماهيره ملك جماهيره واعضاء شكرا يا كابتن محمود الحقيقة كواحد من جمهور النادي الاهلي أنا بشكرك جدا على وبشكر مجلس إدارة النادي الاهلي بالكامل الحقيقة على كل هذه التوضيحات من خلال وجود رئيس مجلس الإدارة بنفسه مش مثلا لا ورئيس مجلس إدارة النادي الاهلي خرج لتوضيح كافة الأمور مش هتكلم لأنه من ساعد ما الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي اتكلم في هذه الرسالة لكل جمهور النادي الأهلي وحتى الآن كل البرامج وكل سواء في قناة الأهلي أو خير القناة الأهلي الناس بتتكلم على أو بتفسر كلمة الكابتن محمود الخطيب لجمهور النادي الأهلي اللي هي في الأساس كل حاجة عشان خطر الجمهور وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه وده دايما اللي احنا بنقوله أي حاجة احنا بنعملها بنتقبل انتقادات الجمهور بنتقبل كل شيء بنحاول نعمل شغلنا على أكمل وجه عشان خاطر جمهور النادي الأهلي عشان خاطر جمهور يكون راضي على اللي بيحصل لكن صدقوني طفرة إنشائية كبيرة جدا داخل مقرات النادي الأهلي وخصوصا هتبقى في فرع التجمع وبقية الفروع الأخرى الكرة الفترة اللي جاية زي ما كابت المحمود قال هتبقى في حتة تانية خالص وفي حتة مختلفة لأن هناك تدعمات قوية هتحصل خلال الأيام القادمة أو خلال الفترة القادمة وأيضا هيكون هناك راحة عدد كبير من اللاعبين الكبار أو اللاعبين اللي لعبوا عدد من المباراة وده الموضوع الأهم برضو أو من المواضيع الأهم حيكون المواضيع أهم ولكن الموضوع ده تحديدا مهم جدا لأنه في ناس كتيرة جدا اتكلمت في هذا الأمر إن الناس مش عارف يا جماعة هذا الفريق وصل إنه هو ياخد تقريبا 12 بطولة تقريبا يعني على الثلاث سنين اللي فاتوا عدد كبير جدا من البطولات خد هذا الفريق محمد مجدي أفش محمد شريف كل هذه الأسباب محمد الشناوي كل الناس اللي مريحة كلهم الحقيقة يستحقوا الراحة وده الكلام اللي كنا بنقوله ما قبل راحة هؤلاء اللاعبين يا جماعة الناس دي تقبت جدا 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 علشان خطر النادي الأهلي وعشان خطر جمهور النادي الأهلي ولكن في نفس الوقت اللاعبة دي لازم تعرف إن الجمهور من حقه ينتقد في أي وقت في أي وقت إحنا ما علينا إلا نوضح الحقائق للجمهور وبالتالي الجمهور له كل الاحترام له كل شيء جيد في حياتنا وده دايما أنا بقوله لحضراتكم أي حاجة الواحد بيعملها بيعملها عشان خطر جمهور النادي الأهلي فقط لغير فقط لغير مش عشان حاجة تانية عشان خطر جمهور النادي الأهلي يبقى سعيد ومبسوط بأي حاجة بتتعمل أو بأي كلمة بتتقال لأنهم بالفعل ما عندهمش حاجة خالص بيفكروا فيها غير فرحة المكسب والبطولات اللي بيحرزها النادي الأهلي بعيدا عن أي شيء آخر وبعيدا عن أي أمور أخرى وبالتالي كل حاجة بتتعمل فهي بتتعمل عشان خطر جمهور النادي الأهلي أنا بشكرة جدا أنا كابتن محمود حقيقة على هذه الكلمة اللي بتشرح كل الأمور اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت ودايما توجهاتنا هنا داخل قناة النادي الأهلي بتكون دايما هي توجهات النادي من خلال التنصيق الدائم مع إدارة الإعلام في النادي الأهلي وبالتالي كل الأمور بتبقى ماشية في اتجاه واحد يعني اللي يسمع كلام الكابتن محمود الخطيب بخلال الساعة اللي تكلم فيه عن التحكيم وتكلم فيه عن اللاعبين وتكلم فيه عن كل الأمور دايما بتجد من قناة النادي الأهلي أو إعلام النادي الأهلي بالكامل بيمشي في هذا الاتجاه فكون الكابتن محمود يخرج ويتكلم في هذا الأمر أعتقد أن جمهور النادي الأهلي كله كان ينتظر هذه الكلمة وبالفعل كلمة شارحة ووافية لكل الأمور الخاصة بالنادي الأهلي خلال الفترة السابقة حلقة حنتقل بقى لأمر آخر حلقتنا اللي عملناها عن النقاط اللي فقدها النادي الأهلي كانت بالصوت والصورة ما كانتش كفاية أعتقد أعتقد أنها ما كانتش كفاية لأنه الحلقة اللي اتعملت ناس كتير أشادت وناس كتير اتكلمت عن هذه الحلقة ولكن التحكيم كمل فصوله البيخ التحكيم كمل فصوله البيخ مع النادي الأهلي وناس كتيرة جدا تكلمت عن هذا الأمر بس يا جماعة أنا مش بخترع هل ينفع أن يبقى قدامك صوت وصورة والموضوع مش واضح ولا صوت يعني طبعا عملي تاني ولا صوت ولا صورة حضرتك شايف فيديوهات صوت وصورة والموضوع مش واضح بالنسبة لك طب إيه الموضوع طيب خلينا نحن نشوف الخبراء والحكام السابق يمكن بقى هو ده اللي ناقص ما أنا أعادت أدور هو إيه اللي بيحصل في الفترة اللي فاتت وليه حضراتكم بعد ما لا يشجع الأهلي أو لجنة التحكير ليه حضراتكم ما بتشوفوش نحن بنقول إن فيه أخطاء واضحة وصريحة ضد النادي الأهلي هذه مرة تانية وثالثة وعشرة ومليون هذه الأخطاء سبب فقط من أربع أو خمس أسباب لخسارة النادي الأهلي حتى الآن عدد كبير من النقاط ولكن الأداء الفني والقصول الفني نقدر نتكلم فيه زي ما احنا عايزين وده حقي أنا عايز أخد حقي مش عايز حاجة تانية كابتن محمود الخطيب في كلامه قال هذا الأمر قال أنا عايز أديني حقي أتغلب بقى ومتغلبش دي أنا حقدر أحاسب اللاعبين مستوى اللاعبين سيئ أنا حقدر أحاسبهم لكن أديني حقي وهو المطلوب أتغلب بقى ومتغلبش دي أتغلب بقى ومتغلبش دي